أربعة أيام فقط فصلت بين انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في العراق وبين قرار المحكمة الاتحادية تعطيل أهم مخرجات تلك الجلسة فيما بدى وكأنه تمهيد لقرار آخر محتمل ببطلان ما تم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المحكمة الاتحادية قضت بتعليق مؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بعد شكوى عدد من النواب من مخالفات قانونية ودستورية قالوا إن الجلسة الافتتاحية شهدتها الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية والميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات والتي عطردت كذلك على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان علق على قرار المحكمة الاتحادية بالقول إنه يؤكد عدم دستورية الجلسة وأنها تمت وفق صفقات واتفاقات سياسية تنافي القانون وتتجاوز قواعده المعروفة مضيفا أن المحكمة الاتحادية ربما سيكون لها قرار جديد في قادم الأيام يلغي انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي وبحسب محللين فإن وقائع الجلسة الأولى لمجلس النواب وما تبعها من اعتراضات ودعاوى قضائية يعكس مدى عمق الأزمة والصراع المحتدمين بين شركاء العملية السياسية في العراق الأمر الذي يشي بأن المستقبل القريب قد لا يحمل استقرارا سياسيا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وآلية اتخاذ القرار داخل المؤسسة التشريعية تلك التي نجمت بالأساس عن انتخابات يراها كثيرون غير شرعية بعدما قاطع أكثر من 85% من العراقيين التصويت فيها كل ذلك يؤكد وجهة النظر التي يتبناها ناشط تظاهرات ثورة تشرين الذين يرون أن العملية السياسية الحالية لا تمثل الشعب العراقي وأن ما جرى من انتخابات وما رافقها وتبعها من صراعات سياسية يمثل عكاسا لصراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية